طيب من أخبار النادي الأهلي زي ما متعودين لأهم الأخبار الرياضية في الصحفة والمواقع المختلفة وخلينا نروح لنورهان طمان زميلتنا العزيزة ونعرف هنا كده آخر الأخبار صباح الخير عليك يا نورهان فضلي صباح الخير يا نهواند وصباح الخير يا كريم وبصبح كمان على مريم من مقر النادي في الجزيرة صباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان احنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية ولكن كمان قبل ما نروح لأخبارنا الرياضية خلينا نفكركم بمباريات اليوم في الدوري الإنجليزي هيقابل نادي ويست هام نظير ويست برومتش الساعة 8 مساء ونادي ليستر سيتي هيواجه نادي تشيلسي الساعة 10 وربع أما بقى في الدوري الأسباني ففي الجولة ال-19 فهيقابل بلد الوليد نادي ألتشي في ساعة 8 مساء وكمان قادش هيواجه ليفانتي في نفس التوقيت وفريق ألافيس هيواجه إشبيلية الساعة 10 ونص أما في الدوري المصري فالزمالك هيواجه جونا الساعة 5 في إطار منافسات الجولة التامنة من بطولة الدوري المصري يروح بقى لأول أخبارنا من موقع وجريدة اليوم السابع كأس العالم لكرة اليد أسباب تقدم منتخب مصر باحتجاج رسمي ضد حكم مباراة السويد تقدم منتخب مصر باحتجاج رسمي للاتحاد الدولي لكرة اليد ضد حكم مباراة مصر والسويد واللي زي ما تبعناها إمبارح انتهت بفوز منتخب السويد 24-23 منتخب مصر احتج على الحكم النرويجي وقال إنه جنسية الحكم بتعطي عدم بتعطي أفضلية لمنتخب السويد منتخب السويد الموديل الفني له جنسيته نرويجي بالإضافة إنه السويد تعد من أحد بلاد الجوار للنرويج كمان قال منتخب مصر في احتجاجه إنه الحكم لم يكن عادل بصورة كافية طوال فترة المباراة بالإضافة إلى إنه منتخب مصر شعر بظلم كبير جدا في المباراة ورغم الخسارة إلا إنه دكتور أشرف صبحي تقدم بتهنئة لمنتخب مصر على صعوده طبعا وكمان قال إنه أداء منتخب الفرعنة كان مشرف جدا رغم الخسارة ومن موقع كورة قرعة مونديال الأندية طموح عربي جديد وبطولة استثنائية تتاجه أنظار العالم أجمع اليوم لمدينة زيوريخ السويسرية لمتابعة قرعة بطولة كأس العالم للأندية اللي إن شاء الله من مقرر إقامتها في 4 فبراير لـ 11 فبراير المقبل واللي طبعا زي ما احنا عارفين النادي الأهلي هيكون ممثل لأفريقيا فيها كمان خلينا نفكركم إنه نادي أوكلاند نيوزلندي تقدم باعتذار عن المشاركة في البطولة بسبب جائحة كورونا ولازال التحاد الدولي لكرة القدم فيفا بيبحث لبديل لأوكلاند نيوزلندي للمشاركة في البطولة ومن موقع صادة البلد سامير عثمان إيقاف محمد شناوي هزار وتهريك الحكم الدولي السابق كابتن سامير عثمان أدل بتصريحات يمكن كانت قوية جدا بشأن الإقاف اللي تعرض له نجمة النادي الأهلي وقائد الفريق محمد الشناوي بأربع مباريات عقب أحداث اللي حصلت فيه مباراة البنك الأهلي الأخيرة وقال كابتن سامير عثمان أن تقرير الحكم كان غير منصف بالإضافة إلى أن الحكم كان طرف في الوقع وكان لابد أنه لو كان له قرار كان هيكون له قراره في المباراة وليس بعدها وكمان أشار سامير عثمان إلى أن الحكم تم الضغط عليه لكتاب التقرير بشكل موجه ضد محمد الشناوي وقال سامير عثمان أن الحالة الوحيدة اللي نروح فيها أو يروح فيها لاتحاد المصري أو المسؤول للتحقيق عن أي وقع داخل المباراة هي أن الحكم ما يكونش شاف الوقع بنفسه إلى أن وقعة محمد الشناوي كان حكم المباراة فيها وكان من الأولى أنه يعقب فيه المباراة وليس بعدها وأخيرا من موقع سبورت 262 نقلا عن صحيفة سبورت الكتالونية إحصائية صادمة لمحمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم يعني يمكن صحيفة سبورت الكتالونية صلتت الضوء على إحصائية سلبية لنجمنا المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول واللي قالت فيها أنه شارك فيه 11 مباراة من أصل 12 مباراة خدها ليفربول ولكن لم يستكمل المباراة بشكل كامل سوى فيه 6 مباراة فقط وقبله كان فيرمينيو يعد هو اللعب الوحيد اللي خرج من الملعب فيه 12 مباراة اللي خدهم ليفربول هذا الموسم دي كانت أبرز أخبارنا هنا من موقع وجريدة اليوم السابع شكرا لكم جدا وأعود إلى الاستوديو شكرا لكم جدا لازمتنا العزيزة نورهان